أهلا ومرحبا بحضراتكو إذن ضمن استراتيجيات تنمية التفكير والإبداع داخل الصف كأن تطلب منه طرح الأسئلة كأن تطلب منه أن يضع عنوين لفقراءات عنوين لمادة مسموعة أو مادة مرئية ضمن استراتيجيات تنمية الإبداع أيضا داخل الصف ودي حاجات عملية تقدروا تنفذوها بشكل واضح جدا وإنت المستفيد وهتشوف وقع ده على طلابك إيه عشان يتضربوا على إعمال العقل وإعمال الفكر في حاجة اسمها استخدامات الأشياء ودي بتتحط في اختبارات التفكير الإبداعي يطلب من المتعلم إعطاء أكبر عدد ممكن من الاستخدامات غير المألوفة لشيء ما استخدامات الغير عادية لألم الرصاص الاستخدامات الغير عادية للكوب أو للإناء استخدامات الغير عادية للأخشب مثلا أي حاجة تأتي إلى ذهنك ما الاستخدام الغير مألوف لما هو صنع من أجله يعني هو لا يكرر هو معمول ليه ولكن الاستخدامات الغير مألوفة يبدأ الطلب يفكروا ويدربوا دماغهم على التخلص من المألوف والاستجابات التقليدية والاندفاع إلى الغير مألوف والغير حتى يأتي باستجابات ما يعمق ويزيد تنمية الإبداع أيضا أحبائي نحن عارفين أنه النصف الأيمن أو الشق الأيمن أو الفص الأيمن من المخ منوط به الخيال وأحلام اليقظة والمشاعر وغيرها من هذه الأمور التي تنمي الخطاب الإبداعي الخيال الحر أنك تضع المتعلم في موقف تخيلي وبعدين تطلب منه وصف واحدة من الحواس الخمس أثناء وجوده في هذا الموقف التخيلي يوصف بحاسة ما غمض عينيك وتخيل أنك كرة في ملعب غمض عينيك وتخيل أنك كذا يعني تضع في موقف يستخدم في حاسة معينة ويبدأ يتخيل ويعيش في عالم من الخيال الذي ينسك في أفكار جديدة استراتيجية أخرى أيضا يمكن أن تستخدم داخل الصف إنسجام الكلمات الإتيان بأكبر عدد ممكن من الكلمات التي تبدأ بحرف محدد ودي الغاز جميلة وتدفع الطلبة والمتعلمين إلى إبداء الرأي والهدف منها أن أنا أزود الطلاقة اللفظية والمرونة وبتخليني أتعلم الكتابة السريعة بشكل كبير جدا جيب له كلمات يبدأ يستخدمها في ترابط الكلمات تدربه على الإتيان برابط لمجموعة من ثلاث كلمات لا يبدو بينها أي رابط في تفكير المنطق تجيب له امتحان كتاب شجرة حرف رمش ماء يعني أي كلمات وهو يبدأ يحاول يجمع فيما بينها في ضوء الرابط المنطقي تنمية التفكير التقاربي والتحليل من أجل الوصول إلى الجدة وإلى الأصالة لو التلاميس في الصف اعتادوا على مثل هذه الأمور زي قضية الكلمات المتقطعة وغيرها هتنمي عندهم التفكير التقاربي هتنمي عندهم التخيل هيصلوا إلى الإبداع الحقيقي استراتيجية أخرى وهي طرح حلول للمشكلات المتعلم يضع أكبر عدد من الحلول للمشكلات المختلفة سواء كانت معروضة بشكل مرئي زي ما قلنا وده يبقى أفضل أو مسموع أو مقروء ثلاثة كويسين يعني ما كافة الحلول الممكنة لمشكلة تصرب الأبناء من الدراسة ما كافة الحلول الممكنة لمشكلة تلوس الماء أو تلوس الهواء أو ازدحام الطرق الموجودة في العواصم المزدحمة وغيرها يبدأ يفكر يحط حلول للمشكلات لعلك تجد حلول كبيرة جداً من الاستراتيجيات أيضاً التي يمكن أن تستخدمها ولا تزعجك أبداً وأمر سهل الإضافة إلى النص أو الرسم اطلب من المتعلم إضافة أكبر قدر ممكن من التفصيلات للنص المعروض ادي له نص وبعدين يبدأ يحط هو تفصيلات ادي له رسم ويبدأ يضع فيه تفصيلات على أن تكون الإضافات منوعة وغير مألوف الهدف من هذا التطبيق العملي هو التفكير التباعد ولهذا العمل ممكن يبقى فردي ثم جماعي عشان نعرض الإنتاج تدي له نص ويضيف له تفصيلات وتدي له رسم ويضيف له تفصيلات على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي هذا الكلام أحباء الكرام في غاية الأهمية ولهذا التدريس الإبداعي آلية سريعة تؤدي إلى إعمال زهن المتعلم بشكل كبير التدريس الإبداعي ليس من الصعب تعلمه ولا تعليمه بل من السهل من خلال تطبيق هذه الآليات ووجود معلم لديه الرغبة ولديه القدر التدريس الإبداعي مطلوب في حياتنا ومطلوب أن نؤدي الإتقان مع الإبداع تدريس الإبداعي يؤدي إلى تكوين اتجاهات إيجابية نحو البيت ونحو المدرسة ونحو المجتمع ونحو البيئة التي يعيش فيها المتعلم تدريس الإبداعي له أبعاد مهمة جدا في الغاية ولكن يحتاج إلى معلم مبدع يتم اختياره وفق معايير واضحة وليس وفق فوضى معلم تم إعداده وتأهيله بشكل جيد وفاعل مهنيا وأكاديميا وثقافيا معلم يضرب على الجديد في علم التربية والجديد في التخصص الأكاديمي ويسمح له بالسفر ويسمح له بالاجتماعات واللقاءات معلم هيئته ومواصفاته الأخلاقية والشخصية والاجتماعية تكون مناسبة لطبيعة المجتمع الذي يعمل فيه إذا اشتغلنا على ده أكيد هتهيأ البيئة وتبقى في مدرسة بشكلها الجميل الحضاري يحمل سمت ونموذج استقبال المتعلمين في الروضة وفي الابتداء وفي المرحلة المتوسطة الإعدادية وفي المرحلة الثانوية ونلاقي جيل مبدع وجيل يعطينا إبداع يسوق في العالم لنبدع في ضوء أفكارنا نحن ثم نترجم الأفكار إلى منتج هنا أو نصدرها إلى الخارج فيعاد توليفها وإصدارها وفق منتج اسمنا عليه لنأكل مما أنتجنا ولنلبس مما أنتجنا ولنأخذ ما يساعدنا على أن نمرض أيضا مما صنعنا من دواء يبقى أنا بزرع وتاجر وأصنع نتيجة الممارسات الفكرية اللي خرقت بيها طبيب شاطر مهندس متميز معلم كفء وكل فئات المجتمع تكون لديها القدرة على العطاء هذا ما نريده عند الحديث عن التدريس الإبداعي وعند الحديث عن التعليم الإبداعي هذا ما يحتاج إليه المجتمع وما نسعى إليه ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون موجود دائما في مجتمعنا ولا نكسر من الحديث دون تطبيق العبرة بالتطبيق وليس بالكلام ولكن الكلام مهم حتى تتضح الصورة الزهنية للقائم على الأمر ولمتخز القرار وللمعلمين الذين يجب أن يباشروا ذلك بهمة عالية ودونها لا يمكن أن نحقق شيئا شكرا